وسط حملات الإبادة الشاملة التي قادها الإسبان ضد السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية تناهت إلى آذان المستعمر فجأة تلك الأسطورة أسطورة تتحدث عن كنوز وثروات ذهبية هائلة تمتلكها قبيلة ما أثارت شهية وطمع المحتل الأوروبي فانطلقت حملات استكشافية وخرج آلاف الرحالة للبحث عن مدينة الذهب المفقودة التي أطلق عليها اسم إلدرادو دون أن يعلموا بأنهم في طريقهم إلى الموت فما سر مدينة إلدرادو وهل لها وجود بالفعل وما علاقة الكنوز التي اكتشفت في كولومبيا مؤخرا بها تابعونا للنهاية فجأة انحلت اللعنة على السكان الأصليين في الأمريكيتين بعد وصول المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس للعالم الجديد لينطلق الأوروبيون كالكلاب المسعورة يبيدون الشعوب الأصلية بأسوأ طرق الإبادة في التاريخ من أجل تلك الأراضي وخيراتها الوفيرة وبالفعل عثر الأوروبيون على كميات ضخمة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وتحولت إسبانيا سريعا إلى أغنى وأقوى دولة في العالم بعد أن ضمت معظم تلك المناطق الجديدة لسيطراتها على حساب الإبادة الجماعية واستعباد السكان الأصليين لكن يبدو أن الأوروبيين لم يقنعوا بكل ما استولوا عليه بالفعل فها هي ذي أسطورة تثير جنون الأوروبيين وسط تعطشهم اللامحدود للذهب أسطورة تتحدث عن قبيلة غاية في الثراء تسكن أعالي جبال الإنديز حيث تقع كولومبيا الآن وأن مراسم تنصيب زعيم هذه القبيلة المعروفة باسم المويسكا دهن الزعيم الجديد بمسحوق الذهب وإلقاء الذهب والمجوهرات في بحيرة جواتا فيتا لإرضاء المعبود الذي يسكن البحيرة ومن هنا ظهرت أسطورة إلدرادو والتي تعني الذهبي وهو الاسم الذي أطلقه الإسبان على زعيم هذه القبيلة الغامضة بالرغم من أن قبيلة المويسكا تلك كانت قد تعرضت للهزيمة في إحدى الحروب ومن ثم انتهت تلك التقوس الخاصة بالذهب إلا أن الإسبان كانوا واثقين من وجود مصدر لهذا الثراء ومنبع لكل هذا الذهب الذي يملكه السكان الأصليون وما دام سكان المنطقة ألقوا بتلك الكميات الكبيرة من الذهب في البحيرة كأنها لا شيء بشكل متكرر فهذا يعني وجود كنوز أكبر ومخزون أضخم في مكان ما ومن ثم تحولت إلدورادو من رجل إلى مدينة كاملة مليئة بالذهب والمجوهرات كانت أولى المحاولات لاستكشاف تلك المدينة المزعومة عندما وصل الإسبان لبحيرة جواتا فيتا التي يلقى فيها المويسكا الذهب والمجوهرات لفترة طويلة حيث استخدموا سلسلة من الدلاء لتقليل منسوب المياه باستخدام الدلويتل والآخر وكانت النتيجة أنهم حصلوا على ذهب يساوي 100 ألف دولار في وقتنا الحالي لكن الإسبان لم يقنعوا بذلك وأرادوا الحصول على المزيد من الذهب وعليه فقد قاموا بتوظيف آلاف العمال لحفر شق مجاور للبحيرة ثم تجفيف 20 مترا من المياه وكشفت عن الحلي الذهبية وغيرها من الجواهر في الوحل لكن سقفة محاتهم سقط عليهم فقبل أن تفرغ البحيرة من المياه بالكامل انهار الشق وقتل المئات من العمال كما كانت هناك محاولة أخرى لتجفيف البحيرة من المياه إلا أنها أيضا باءت بالفشل إذ تحجرت التربة الطينية مما جعل استخراج الذهب مهمة شبهة مستحيلة وكانت الغنيمة أقل من 80 ألف دولار أهم من بحثوا عن إلدرادو قائد يدعى جونزالو بيتزارو وهو شقيق فرانشيسكو بيتزارو الذي أسقط حضارة الإنكا العظيمة في أمريكا الجنوبية ومن أوائل الأوروبيين في العالم الجديد ممن اكتشفوا أو عبروا المحيط الهادئة لأول مرة حيث قاد شقيقه جونزالو حملة كبيرة للبحث عن مدينة الذهب لكن بلا نتيجة لم يكن الإسبان فقط هم من سعوا وراء مدينة الذهب تلك فخلال عام 1528 وعام 1546 قامت إحدى العائلات الألمانية الغنية وهي عائلة كلاين فيني دينغ بشراء أجزاء من دولة فينزويل حاليا من التاج الإسباني بغرضي البحث عن مدينة إلدرادو وقاموا بأول محاولة في عام 1529 لكن مع التواغل في الغابات والأماكن غير المستكشفة واجهوا مقاومة شديدة من القبائل التي عاشت هناك إلى جانب انتشار الأمراض وصعوبة نقل الطعام وفشلوا في النهاية ثم حاولوا مرة ثانية في عام 1533 وكان الفشل حالفهم أيضاً ومات القائد بسهم مسموم من شعوب المنطقة وعد من الحملة ثمانون شخصاً فقط من أصل ألفي شخص وبعدها تم إرسال بعثات أخرى لكن بلا نتيجة بالرغم من أنه لم يتم العثور على طرف خيط لمدينة إلدرادو وبالرغم من مئات الوفيات التي راحت في سبيل ذلك الكنز المزعوم فإن أسطورة مدينة إلدرادو أخذت في الانتشار خاصة مع مزعم البعض بأنهم أبصروا تلك المدينة بأعينهم أشهرهم بحار يدعى خوان مارتينيز الذي زعم أن السكان العصليين اختطفوه ونقلوه إلى مملكتهم المسمات مانوى وشاهد على ثرواتها الضخمة حيث وجد كل شيء مطلياً بالذهب ولما سمع البحار الإنجليزي السير والتر رالي ذلك قرر أن يقم بحملة بدوره عام 1595 لسيطرة على مدينة مانوى تلك من أجل التاج البريطانية لتكون موضع قدم لانطلاق الإمبراطورية البريطانية في أمريكا الجنوبية لكنه فجل في الوصول أي شيء فلم يكن هناك أصلاً مدينة تدعى مانوى لكنه عاود المحاولة مرة أخرى عام 1616 حيث خرج بحملة من جديد مع ابنه وهاجم مواقع إسبانيا ومات ابنه في المعارك ثم قرر السير والتر العودة لإنجلترا بعد أن فشل في الوصول إلى مدينة إلدرادو ليجد الملك جيميس قد قرر إعذامه ليتفادى أزمة دبلوماسية كبيرة مع إسبانيا بعد أن خرق والتر معاهدة كانت بين البلدين عام 1604 بهجومه على المستعمرات الإسبانية السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل لمدينة إلدرادو وجود حقاً؟ استمرت الرحلات والمحاولات للبحث عن المدينة الذهبية الأسطورية وكلما هدأت موجة البحث كان يظهر شخص ما ليحكي كيف وجد طرف الخيط لتعود حم البحث من جديد وراح ضحية تلك الحملات آلاف البشر سواء من المستكشفين أو من السكان الأصليين الذين تعرضوا أحياناً للتعذيب في سبيل معلومات وهمية لا وجود لها أو سقطوا في مواجهة محتل متوحش يهدد حياتهم في الغابات حتى قل ثم اختفى الاهتمام بالأسطورة بعد قرنين تقريباً من ظهورها يبدو أنه لا يوجد على الأرجح أي مدينة من الذهب مخبأة في أعماق أمريكا الجنوبية فلم يظهر أي دليل على وجود مثل هذه المدينة كل ما لدينا هو قصص وحكايات من السكان المحليين عن قبيلة وزعيمها وكانت مويسكا بالتأكيد قبيلة حقيقية وقد أظهر التحليل الأثاري والأنثروبولوجي أن الذهب جزء أساسي من ثقافتهم وقد عثر علماء أثار في معبد مدينة قديمة في كولومبيا على ثمانية أواني فخارية مليئة بالذهب والفضة والزمرض المقدم لمعبودات مزعومة تعود إلى فترة شعوب المويسكا الأصلية ويمكن أن تكون تلك هي المصدر الذي ألهم أسطورة مدينة الذهب إلدرادو ومع ذلك فإن هذا الذهب لم يكن رمزاً للثروة بل كان يستخدم كغرض ديني ويبدو أن الشعوب الأصلية لأمريكا الجنوبية روجوا لتلك المدينة الأسطورية رغبة منهم في التخلص من اضطهاد والسعباد إسبانيا فكانوا يحولون اهتمام القادة المحتلين بأن يحكوا عن المدينة الذهبية ويرسخوا وجود إلدرادو ويقدموا اتجاهات وأماكن وهمية في مناطق خاطرة داخل الغابات فيسرع المستكشفون للبحث عن الذهب ويموت أغلبهم في الطريق ويتركون السكان في سلام نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالإشراك وتفعيل كل الإشعارات